مشاهديها الكرام بعد الفاصل معنا الباحث العلمي الأستاذ أبو القاسم جابر في الطب البديل عضو الأكاديمية الصينية للطب البديل ومعه دورات من دول عديدة في العلاج بسم النحل والحجامة والإبر الصينية ولديه من العلم ما ينفعنا به بإذن الله تعالى جميعا وطبعا أنا أصررت وجود فضيلة الشيخ عبد السلام معنا بيمشيش يعني بعد الفقرة بتاعته لأن فيه سؤال في الفاصل أنا كان نفسي أسألهله ونربط الطب البديل الحجامة بإعلاقتها بالمس والسحر لأنه قال لي فيه يعني ما سألته هل الحجامة لها علاقة في العلاج بالمس من المس أو السحر فقال لي آه طبعا فأطلوه خلاص إنت معنا بقى هتكمل معنا في الهوى ونستفيد برضو من الجزئية دي أهلا بحضرتك أستاذ أبو القصر نورتنا وشرفتنا ونفيد الناس بإذن الله تعالى بعلم حضرتك إن شاء الله تعالى الأول عايزين نتكلم في عجلة كده عن الحجامة الحجامة طبعا أول ما نبدأ نتكلم في الحجامة هنقول طبعا دي سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وطبعا في حديث عن الرسول طبعا عن الحجامة وفوائد الحجامة خير ما تدويتم به هي شرطة محجم أو شربة عسل أو كي بنار وأنا إنهاكم عن الكي فالرسول طبعا قال لنا عن الحجامة وفوائد الحجامة صلى الله عليه وسلم طبعا لأنها بتفيد الجسم الإنسان في حاجات كتير جدا منها إحنا بننشط الدورة الدموية بتاعة الجسم كله بنعمل بنطلع الدم الفاسد في الجسم بنحفز الخلايا اللي هي تفرز دم وقرات دم حمر جديدة طبعا فدي حاجة كويسة جدا للجسم يعني وفيه أمرات كتير بتعليجها الحجامة منها الصداع النصفي الضغط المرتفع الألام المتكررة اللي بتبقى في أسفل البطن الألام المتكررة على الغضاريف وعلى المفاصل وعرق النساء فحاجات كتير بتعليجها الحجامة حضرتك يعني ده واقع فعلا الناس بتلمسه بعد عملية الحجامة طبعا أكيد طبعا يعني فيه نتائج مثلا إيجابية بنسبة الدقيقة بنسبة 80% طب هل الحجامة تعالج أمراض لم ينجح الطب في علاجها بص حضرتك الأمراض اللي هي لم ينجح الطب في علاجها ممكن الأمراض اللي هي بتبقى مستمرة يعني ممكن واحد بيعاني من صداع متكرر أو شقيقة بتجيله شقيقة صداع نصفي بيبقى بطول الرأس أو بعرض الرأس فالحجامة أثبتت فيها فعاليات جمدة جدا وجابت نتائج جمدة جدا يعني ما شاء الله طيب أماكن الحجامة بتختلف في العرض يعني مثلا لو واحد عنده عرض معين أماكن الحجامة بتبقى سبتة ولا متفرقة في الجسم لا متغيرة طبعا يعني لو حد عنده مثلا مشكلة في تنميل في الأطراف عنده مشكلة في تنميل في أطراف مثلا قدميه ويديه طبعا ده بيبقى فيه عنده مشكلة بيتم العملية الحجامة فيهن تحديدا بيبقى فيه مناطق معينة بيشتغل عليها على الضهر واخد لبالك بيديه بتنشط الدور الدمائية لأنه هو بيبقى عنده فيه خمول في الدور الدمائية بتفجأ على شعيرات دموية محددة بالضبط وفيه مسارات للطاقة طبعا فيه مسارات في الجسم يعني طبعا أحلى بنسلك المسارات دي فطبعا الدم بيوصل للأطراف دي بسهولة فطبعا بيزول المشكلة اللي هي بتاعت تنميل الأطراف إذا كانت الإيدين أو القدمين بعمل الحجامة طيب حضرتك تقدر تحدد نوع مرض محدد في الجسم من لون الدم؟ آه طبعا هو لون الدم الطبيعي اللي هو بيكون لون الفاتح اللي هو الوردي يعني اللون الطبيعي عمتا اللون الوردي الفاتح وبيكون الدم فيه سيولة لو الجسم بيبقى فيه أخلاط أو فيه شوائب طبعا أنت عارف حضرتك أن فيه ناس بتبقى مدخنين وفيه ناس طبعا بتاخد أدوية بصفة مستمرة الأدوية اللي هي مزمنة والحاجات دي فدي طبعا بتبقى فيها ليها شوائب وأخلاط داخل الدم ترصبات بتبقى موجودة داخل الدم طبعا الحجامة طبعا بترفع كل الكلام بترفع كل الكلام بتشيل طبعا كل الكلام بيبقى حضرتك في لون الدم نفس طبعا لون الدم بيبقى غامق طب إيه سبب أنه فيه أحيانا بيلاقي فيه كلكيع كده بتبقى في الدم؟ فيه تجلطات ده بيبقى للشخص ده في الدم اللي طالع من الحجامة تمام بيبقى ده الشخص ده عنده تخصر في الدم يعني بيبقى عرضة للجلطات يعني بتسمعني فيه شباب بيجيلهم جلطات نعم وهما في سنة صغيرة ليه؟ بيبقى فيه عنده مرض تخصر الدم فإحنا بننصح اللي عندهم مرض تخصر الدم ده اللي هو يواظب على الحجامة يعمل على الأقل مرة كل ثلاث شهور لأن دي بتطلع السموم وتطلع الأخلاط وبطلع الرواسل نعم نسبة للمدخنين الحجامة المفيدة طبعا طبعا مفيدة جدا ليهم ومفيدة طبعا للناس اللي هم بياخدوا كمان أدوية مزمنة أو لو واحد عنده فيه كسل في الكبد أو فيه عنده مشاكل في الكولة ما بتطلعش ما بتطلعش بتصفيش الكولة الدم كويس طبعا ده بيبقى فيه تراصبات عندهم في الدم فطبعا بيحتاج اللي احنا نعمل له حجامة على الأقل كل ثلاث شهور مرة ده بيفيدت حاجات كتير طبعا طبعا ما شاء الله عندنا يعني علوم نبوية يعني ما شاء الله وأحاديث صحيحة بهذا الكلام ونحن يعني في عالم آخر ويعني في منأة آخر وفي وادي آخر لماذا أحوز احنا طرقنا السنة النبوية طبعا وطرقنا الطب التقليدي اي دولة بيبقى عندها الطب التقليدي الصين حضرتك الصين دلوقتي يعني تعتبر أولى دول العالم لأنهم بيحتفظوا بالمورسات بيحتفظوا بالمورسات بتاعتهم يعني احنا عندنا كان زمان كسات الهوى لو تسمع والديتي وستي وستك يقولك لو واحد تعبانه سدره تعبانه هات كسات الهوى نعمل له كسات الهوى كانت كسات الهوى دي في كل بيت تقريبا مصري ودي حاجة جميلة جدا هي كلها كسات زجاجية ممكن الكسات اللي احنا بنشرب فيها الشاي بتتعمل بيها قطنا بنولعها وبنحطها على المكان اللي هو فيه الألم وبنسبتها من ثلاث دقائق لخمس دقائق وبعد كده بنشيها دي بتعمل تنشيط للدارة الدموية داخل الجسم كله فبتنشط الدارة الدموية وبتحزن وصفة الجسم بدون حتى ما نخرج دم من الجسم بدون ما نعمل أي حاجة يعني الحجامة فيه كذا نوع من أنواع الحجامة فيه الحجامة الجفة وفيه الحجامة الرطبة وفيه الحجامة المتضحلقة الحجامة اللي هي الجفة اللي أنا بتكلم على دي اللي هي كسات الهوى اللي هي أبسطة أما الحجامة الرطبة الحجامة الرطبة دي اللي احنا بنحتاج ان احنا نعمل تشريط بمشرة طبعا عشان نطلع خطرات من الدم اللي هي بتكون محملة بالشوائب والأخلاط اللي هي الضرة للجسم بنطلعها أما الحجام المتزحلقة اللي هي دي طبعا بتفيد لو واحد عنده ألام في الظهر ألام في العضلات ودي بيعملها الرياضيين وبيعملها الناس اللي هما بيشتغلوا الأعمال الشقة يعني لو بيبزي المجهود بدني وبيبقى فيه عنده تيبسات في العضلات أو تيبسات في الفقرات أو حاجة زي كده بيجيب نتائج هيلة فيها طبعا علم كبير جدا طبعا دول كتير زي الصين وجنوب شرق آسيا دلوقتي فيها العلم ده متطور وفيه أنواع كتير كمان من الحجامة أكتر من كده فيه حجامة بتتعامل بالأعشاب الطبية طبعا 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 يعني حد معلوماتي أن انت أخدت دورات من دول كتير أخدت دورات من دول كتير الصين وإوكرانيا كتير يعني ما شاء الله يعني الموضوع ده متبحر فيه لأنه موضوع مفيد للإنسان واخد لي بالك أنت وبيبعدنا عن اللي هو الطب اللي هو الكيميكالز اللي هو بيدور الجسم يعني أنت لما بتاخد مضاد حيوي بره مضاد الحيوي ده ما بتصرفش إلا الحالات نادرة جدا ما في الدول اللي هي الطرع الطب البديل يعني ما ينفق أنت اللي واحد بقى عنده برد ولا حاجة يروح يستطيع قوله لا أخد لك حقونته مضاد الحيوي ما فيش الكلام ده أنت كده بتضعف جهاز المناعة بتاعه خالص بتخليه يعتمد على الكيميكالز بيعتمد على المضادات الحيوية والمضادات الحيوية ده بتأثر على الجسم بتأثر على جهاز المناعة جهاز المناعة بتاع الإنسان بيضعف إلا ما أنت لو شربت للمون أخدت فيتامين سي جنزبيل جنزبيل الحاجات الطبيعية بتاعتنا دي أنت بتحفز جهاز المناعة بتاعك أنه هو يبقى قوي حابة البركة لو جاء له أي مرض زي اللي إحنا فيه دلوقتي الكورونا والمرض اللي إحنا فيه ده ليه ليه الاعتماد الكل على جهاز المناعة جهاز المناعة بتاعك كويس هتقدر تعدي حتى لو أخذت الفيروس فيه ناس كثير فعلا طبعا وخذت الفيروس ما حسيتش بيه ما حسيتش بيه آه لأنه هو لا يعتمل على الكمل كالزو ويعتمل على المضادات الحيوية لا بيداوي نفسه بالحاجات الطبيعية زي ما حضرتك قلت جنزبيل فيه عندي لمون فيه عندي ينسون فيه حاجات معينة أنا بشربها عشاب دي بتخلي جهاز المناعة بتاعك قوي يقدر يحارب الحاجات الخضرتك دي من أكتر الحاجات اللي هي سبحان الله بتقوي جهاز المناعة وأوصان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحبة البركة أنها تشفي من كل ده إلا السال إلا من موت بزا سبحان الله فإحنا عايزين نرجع تاني للطب اللي هو النبوي اللي إحنا كنا بنقول عليه الطب النبوي الأعشاب الطبية اللي هي ما بتضرش الجسم نعم بفيها نفع للجسم ما فيهاش ضرر للجسم طيب سؤال بقى بعد يصدر حضرتك طبعا هيبقى معنا الشيخ عبدالسلام في موضوع الحجامة الحجامة لها علاقة بأمراض المس والسحر والحسد والعين نعم يعني هل فيه علاقة بتربطهم في العلاج علاقة وسيقة بتساعد على العلاج لأن المسحور أو الممسوس من أثر العر اللي بيكون موجود في الجسد أو الشيطان العين فيه حاجة اسمها مركبات سحرية في الدم وصل للدم من أثر العر الموجود يعني البني آدم ليه إخراجات وليه إفرازات وهكذا نفس العر اللي هو الجسد ده ببقى ليه إفرازات وذي فيه حاجة اسمها مركبات سحرية بيهو بيعملها علشان يقوي نفسه بيها ويحصن نفسه بيها دي بتتعامل دايما بمخلفات بالمخلفات ممكن يعني يعمل نزيف في جزء معين من الجسد علشان يطلع دم ياخد دم ده بيعمل بيهو مركبات سحرية بحس تساعده وتحصنه في الجسد ويعمل بيها عوائب وخلافه فلما بعمل حجامة أنا بضعف العارض الموجود في الجسد ده كان قادم سحر أو مس أو شرطان حسد بسحب المركبات السحرية دي اللي هو بيعتمد عليها في تحصينه في الجسد فبيصبح بيهو بيتبقى شبيهة بالبصمة دي هي شبه بصمة البصمة يعني بيكون فيه مركبات سحرية بيعملها بشبه بصمة أي عارض بخارج الجسد ده كان شرطان تاني سهل جدا يخترق الجسد على البصمة الموجودة في الدم دي فانا ما بسحبها بسحب المركبات السحرية بضع في العارض الموجود في الجسد المركبات السحرية دي بتسحب أثناء الحجامة بتطلع مع الدم بتطلع بتخرج مع الدم تخرج مع الدم كلها أساسا كلها مركبات خدم السحرية عاملها جوه أو الشيطان العين ده حضرتك من باب الإضعاف بس من باب أن أنا بضعفه بضعفه لأنه هو أنت حضرتك فيه استنساق أساسا لكل خلايا الدم اللي كده أسان كلها متصلة ببعضها دايما الحجامة فأنت حضرتك بش هتقدر تسحب من الجسم كل الدم اللي هو يعني الدم جاء كده بخلومة أنا ما بقول بسحب بعمل الحجام بسحب بالحجامة بسحب في مراكز معينة أنا بقول لأي واحد يعمل الحجامة لا أنا بديش أصوت كده يا شيخ أنا أصب حضرتك أن دلوقتي أنت بتسحب جزء لإضعاف هذا إضعاف الكائن الموجود ده هو موجود كده كده في الدم بس بيضعف مع الرقية الشرعية بقى بيبدأ ينتهي أيها ماشي لأن دي ركائز المنكبات السعادية دي ركائز هو بيرتكز عليها في تحصينه وحميده تمام نزاكم الله خير نرجع تاني للأستاذة بالقاس بالنسبة دلوقتي حضرتك لعلاج بسوب من نحل عايزين ناخد خلفية برضو كده من حضرتك باستفادة قدر المستطاع وأكيد إحنا لينها بإذن الله تعالى مع بعض حلقات تانية يعني الناس أساسا والمشاهدين بيهتموا بالأمور دي جدا 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 فإحنا يعني بإذن رب العالمين هننصخ لأن النهار دا يعني النص ساعة بشها ساعة برضو أن احنا نتكلم في كل حاجة بإذن الله تعالى انقدر لنا إن شاء الله سم النحل حضرتك دينا خلفية سم النحل طبعا هو منتشر برا في أوروبا في أمريكا فيه هو سم النحل الأول بس يعشف فيه برضو بعض المشاهدين مش عارفين يعني الناس كل يتعرفوا عن النحل اللي هو العسل إنما النحل نفسه أو الخلية بتنتج أكتر من خمس مكونات العسل دا نمرة واحد بعد كده يليه الغزاء الملكات يريه البروبيس يريه سم النحل يريه سم النحل وأهمهم البروبيس دا حاجة زي المضاد الحيوي الطبيعي بيستخرج من النحل بيستخرج من الخلية من الخلية من الخلية بتاعت النحل فطبعا الناس كلها اللي تعرفوا عن النحل اللي هو العسل فقط لغير وأهم من العسل اللي هو السم السم دا ترياق سبحان الله ربنا خلقه يعني أربع أضعاف البنسلين سبحان الله بيعالج أمرك كتير جدا بدون أي side effect يعني حتى هم بيعملوا عليه أبحاث دلوقتي في كندا وفي أمريكا وفي ألمانيا يعني مهتمين بالملف بتاع صم النحل دا ووصلوا فيه لأشواط بعيدة إنه هو بيدخلوه في التجميل حتى دلوقتي برا الله في عمليات التجميل بدون عمليات بدون عمليات بيتحقن تحت الجلد بوحدات معينة بيشد التجاعيد اللي بتبقى عند العين بيشد التجاعيد اللي هي بتظهر في الوجه بيشد التهرهولات بتاعة البطن بعد الولادة بيعالج جميعا كان بيستخدموا للسمنة يعني بيعمل عملية تخسيز بيتحقن في أماكن في البطن أو الأماكن اللي هي فيها سلوليد بقى عالي جدا نعم ومنقدرش نزله بيتحقن بوحدات معينة بيقلل الكمية بتاعة السلوليد وبيتطلاحظ بقى على المدى ممكن من أسبوع لثلاثة أسابيع بيبقى ملحوظة يعني اللي هو بيخسس فعلا ده نتائج عظيمة جدا في الموضوع طيب الكلام ده يعني منتشر برا منتشر برا وكان المركز البحث الزراعية كان تقريبا من حوالي سنتين أو ثلاثة بدأ في إنتاج مصر للنحل بدأ فعلا بدأوا في إنتاج مصر للنحل فعلا طب حضرتك كل العلاج يعني الأمراض اللي بيعالج منها عموما أكتر أمراض بيعالج فيها الأمراض اللي هي الفقرات وبعد كده عايزين ناخد الأماكن يعني مثلا المرض والمكان الحقن تحت الجل بس نفيد المشاهد بمعلومة خشونة الركب خشونة الركب ألام الفقرات ألام الغضاريخ يعني ثم النحل اللي بيعالج من خشونة الركب بيجيب نتائج من 70% لـ 80% ده الشعب البسط كل العديد لأن ليه بقى أقول لحضرتك ليه المشكلة بتبقى في إيه بيبقى فيه التهاب حوالي الفقرة أو بيبقى فيه التحاب حوالي الغضاريخ أنا لن بروح أخد بأخد مسكنات أو بدهم مسكنات في وقت بالحضرتك دهان المسكنات ده بيزول الألم لفترة معينة نعم بعد كده الألم بيرجع تجد إنما ثم النحل سبحان الله لما بيتحقن في الأماكن دي هو بيشلي حتة الالتهاب من حوالي الفقرة بيهاجم الالتهاب نفسه فبيقضي على الالتهاب لما أقضي على الالتهاب أنا خلاص مش أبقى فيه ألم الله سبحان الله ما فيه صورة كابلة في القرآن صورة النحل طبعاً ويخرج من بطونها شرابهم مختلف الأنوان وفيه شفاء الشراب المختلف الألوان اللي هو السم والعسل الله فسبحان الله يعني إحنا كل تركيزنا كل تركيزنا إحنا مركزين على العسل يعني يظل القرآن يعني منبع الإعجاز والمعجزات إلى قيام الساعة إلى قيام الساعة طبعا سبحان الله أكيد يعني حضرتك خشونة الركبة والفقرات والحاجات دي تعالج بالحقم بسم العسل هو في البداية كان بناخد يعني النحل نفسه يعني بنجيب الخلية بناخد من الخلية بجفت النحل وبنحطه على الأماكن المراض اللي هو اللي هو اللي حقناها أو اللي يقول السم فيها وبنخلي النحل تلدغ الإنسان فيه تطور دلوقتي بره عمله بقوا يستخلصوا السم نفسه من الخلية لأن النحل لما بتلدغ الإنسان بتموت نعم فإحنا كده نعم 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 فدلوقتي فيه أجهزة بره بيتبقى مخصصة لده بيتخش فيها الخلية وبيتصلت عليها زي أشعة بيتحسس النحل اللي هو بتهاجم فالنحل وفيها سيليكون من جوه نعم فبيبتدي النحل يطلع السم بتاعه بدون ما النحل يموت وبدون ما يحصل فيها أي حال وبعد كده بيتاخد السم ده وبيتكسف وبيتعمل في أمبولات وبيتحامل بيشتغلوا بيه كل مكان باع وكل عرض بيبقى ليه مكان معين فيه أماكن بيلحقني فيها ومش أي حد يحقن لازم متخصص سم النحل هو اللي يحقن وقبل الحقن طبعاً لازم بيتعمل اختبار حساسية اختبار حساسية؟ طبعاً زي أي حقن عدد؟ لا إن ممكن أنت يكون عندك حساسية من السم ده سم النحل وارد اللي أنا يبقى عندي حسية أنت وارد اللي يكون عندك حسية هي نسبة الحساسية لسم النحل بتبقى واحد في المئة ألف مش كتير بس لازم أنا محافظة عن الإنسان اللي قدامي ده أنا لازم أعمل له اختبار حساسية في الأول بيبقى من عشر دقائق لتلت ساعة حضرتك إيه أمراض تانية بيعالج منها خشونة الركب؟ ضعف الشبكية ضعف الشبكية؟ ضعف الشبكية بيتعالج بينه بيعالج أمراض بيتحقن جنب العين هنا في مناطق فيه نقاط معينة بيتحقن فيها هو بيتحقن بقبر الأنسولين الأمراض الجندية بيها صعبة زي الصدفية الصدفية والإنجزيمة آه طبعاً طبعاً؟ آه طبعاً بيجيب نتائج نتائج هيلة زفر يعني برا علشان خطر تتعالج من ده بيجيب نتائج هيلة جداً روماتويد؟ روماتويد بيتعالج بالروماتويد برضو بيتعالج به الروماتويد؟ الروماتويد وهلام الفقرات وخشونة الرجبة وعرق النساء بيتعالج به سبحان الله سبحان الله هو علاج فعال في أمرك كتير جداً وما فيش أي صيد أفكيت به يعني هو ما بيدورش الجسم في أي حاجة بالعكس بينفع الجسم من الحاجات برضو اللي هو بينفع في الجسم بيقول هو بيرفع جهاز المناعة يعني الإنسان اللي بتعالج بيسم النحل إنه دير لما يصب البرد سبحان الله بس الصدفية يعالج منها فعلا يعالج حضرتك في حالات يعني حالات أه طبعا لا ده حالات حالات وأكيدة وتعمل أبحاث عنها كمان معمول أبحاث عن الكلام ده حضرتك إنت لو دخلت وبحثت على الجوجل وكتبت الأمراض اللي بيعالجها لسم النحل هيجيلك بس ده بالأمراض اللي بيعالجها لسم النحل يعني البهاء والصدفية كل الحاجات هي أمراض المناعة اللي حالاتك بتتكلم فيها دي أمراض المناعة الجلدية بيجيب نتائج هيلة فيها جدا يعني تعبت ويعني بذلت اللغالي والنفيس وما فيش أي نتائج سبحان الله وربنا جاب العلاق في نحلة لا تعدى سنتيمتر العلاق فيها سبحان الله فعلا يعني سبحان القدير فعلا طيب حضرتك بالوقت إحنا كان عندنا برضو سؤال بالنسبة لموضوع التخصيص احنا كلمنا فيه كان برضو فيه موضوع التجميل التجميل حضرتك قلتلي بيتم إزاي؟ التجميل بيتم الحقنا حوالين التجعيد يعني أنا يعني بدون تدخل جراحي؟ بدون تدخل جراحي وبدون أي مشرط وبدون أي حاجة فيه وحدات معينة بتتاخد في أماكن معينة من ميزة تسم النحل اللي هو بيشد التراهلات اللي في الجلد أي تراهل في الجلد يعني إنت لو أنت عامل عملية مثلا في البطن أو في أي حتة بقى فيه ممكن تراهل بعد العملية لو تحقن حوالين العملية أو حوالين الجرح ده الجرح ده بيشد تاني بيرجع يشد تاني يعني حضرتك الحقن دوت بيبقى مرحلة أولى ولا فيه مرحلة أولى مرحلة ثانية مرحلة ثلاثة بس أنا باقي للمشاهد الكريم يعني دلوقتي مثلا لو فيه حد عنده مشكلة قريدي عنده تجاعد في وجهه وعنده تراهلات مثلا في البطن وعايز يشد مثلا الدنيا دي بتبقى الحقن مرة واحدة على جلسات على جلسات بنبدأ عشر وحدات في الأول عشر وحدات بعد كده الجلسة التانية بين كل جلسة وجلسة تلتية الجلسة التانية بتزود شوية بتبقى 15 واحدة أو 20 واحدة جلسة اللي بعدها 30 واحدة في نفس المكان ولا في المكانين مع بعض الأماكن اللي بيزيد فيها التجاعد فيها أماكن بتبقى عند العين يعني أنا رحضت لو حضرتك حالة عندها تجاعد وتراهلات وعايزة تعمل للكصة ديات مع بعضها فحضرتك بتبقى بالعشر وحدات في المكانين في الجلسة الأولى في الجلسة الأولى في مكان واحد بتتوزع بتتوزع العشر وحدات دي بتتوزع اه على الأماكن كلها incorrect بعد جدا بتوزع لان الجسم لسه ما بيبقاش واخد على المصل ببتدي ازود في الجلسة اللي بعدها ببتدي ازود في الجلسة اللي بعدها وبتظهر النتاج مع مرور الايام يعني بين كل جلسة وجلسة تلتة ايام يعني بعد الاسبوع التاني بتبتدي تظهر النتاج وتبقى نتاج هيلة جدا ما شاء الله ده علم علم كبير جدا وبعدين عايز اقول لحضرتك سوم الناحية ده مش يعني مش جديد على مصل سوم الناحية ده كان قدماء المصريين بيعالجوا بيه طيب الفراعنة كانوا بيعالجوا بيه عشان طبعا بساط الوقت ينسحب من تحت القدمين دائما وابدا في اللقاءات الجميلة والناس المحترمة الله يعزك فأفتلت دقايق عايز حضرتك تقول لي ايه الابر الصينية ونكمل بعدك لا الابر الصينية دي عايزة شرح كبير ما هو انا بس يعني هنقول بس بيتعالج من ايه طبعا الابر الصينية دي بتعالج حاجة كتير من ضمنها الكهرباء الزيادة اللي بتبقى في الجسم يعني من ضمن الحاجات اللي بتعالجها الكهرباء الزيادة اللي في الجسم او التهاب الاعصاب في واحد ممكن تيجيله يقولك انا داي بحسي بتنميل فيها وراح لدكاترة وعمل اشعاته وعمل تحاليله وكل حاجة واشعاته تمام ممكن بيبقى فيه ضغط على عصب معين فيه ضغط عليه هو اللي عمله التنميل وعمله الكلام ده الابر الصينية اللي بتحط في اماكن معينة فيه مصارات للجسم بيتحط عليها الإبر الصينية من أول جلسة تاني جلسة تالي جلسة بتبتدي الحالة بتتحسن معاك الألام العضلات نفس القصة بنعليجها بالإبر الصينية برضو فيه ألام المفاصل وآلام العرق النساء والخشونة القدمية كل ده بيتعالج برضو بالإبر الصينية يعني مكمل للحجامة يعني ممكن بعالج مرض بالحجامة مع الإبر الصينية بيجيب نتائج هيلة برضو إن شاء الله وكل ده ملوش عيسات الفكت لا 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 حاجات طبيعية كلها يعني كل ده حاجات طبيعية وطبعا الحاجة اللي تستخدم في الحجامة هي تصبح تبقى جاية للشخص مرة مرة واحدة وبتترمي زي السرينجة بالزبط حتى لو هو هيستخدمها النفسه مرة تانية ما ينفعش هي بتبقى مرة واحدة وبتترمي وبعدين هي أصحارها مش غالية يعني أصحارها في متناول الجميع يعني لا ده إحنا إن شاء الله لنا بإذن الله مع حضرتك إن شاء الله إن شاء الله لقاعات تانية بس موضوع الإبر ده ده عايز متسع من الوقت لأن فيه مصارات كبيرة كتير في الجسم ولازم نتكلم عنها يعني القلب ليه مصار معي ما نتكلم عليه الكلا والمسالك البولية ليها مصار برضو بنشتغل عليه الكبد ليه مصار بنشتغل عليه فيه حاجات كتير في الجسم نشتغل كل حاجة ليها مصار عموما أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر ووافر الاحترام الله يخليك يا دكتور وعزين معلومات القيمة الله يزاك الله يزاك وجزاكم الله خير عن الجزاء وإن شاء الله نتكرر بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك شيخ عبد السلام شكرا مشهدي الكرام صهرناكم معنا انتظرونا بإذن الله تعالى قريبا في حلقة جديدة الإنس والجن محمد جد الله شكرا لحضرتك